أكدت الهيئة الوطنية العلية للانتخابات عملها على فحص أسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية وتوقع نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها المستشار محمود حلم شريف الانتهاء من الفحص وتجهيز الأكواد وتسليمها للمقبولين في نهاية الأسبوع الجاري مشيرا إلى تلقي أسماء الصحفيين المشاري إليهم من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات اشتركوا في القناة